السلام عليكم سبعة الخير. آآ النهاردة هنعمل مراجع سريع عن شركة مالتي بانك. طيب مالتي بانك جروب. آآ الشركة دي اطلبت من كتير جدا. وقالوا لي انها معاها اكتر من عشر الخصاب. اولا كده آآ ايه انا هشرح اللي هشرح الشركة من برا وبعد كده هحكي مشكلة آآ عميل جوا الشركة اتخصم منه عشرين الف دولار اربعة. طيب آآ العميل ده كان واخد وكالة من الشركة. ولما جيه يسحب الاربعين الف. تمام? اللي هو ارباحه. آآ قالوا له لا انت ليك عشرين الف. طيب ليه? قالوا له ان في آآ في عملة اشتغلت صفقات اهل من الحمس دقايق. تمام? واضطرنا ان احنا نحزف الصفقات دي. اولا في نقطة صريعة انت لما بتاخد وكالة من شركة وبتشتغل بها وبتتسوق لها. العمولة لما بتنزل في حسابك. بيقول لك دي عمولة حسابك مسلا. اللي انت نزلت في حسابك. دي بتبقى العمولة الصفية. يعني مسلا في بقى صفقات مخالفة والكلام ده كله. ده في اي شركة? لا مش في اي شركة. لان الشركات اللي ما بتدعمش هي الشركات اللي بتقول لك لو عندك صفقات اقل من خمس دقايق مش هحسبها لك بما فيه مالتي بنك. يعني مالتي بنك شركة ماركت ميكر هي اعترفت على نفسها لما آآ صاحب المشكلة جي جالي وممكن هطلع الشات دلوقتي مبينه مبينه في التليجرام مبينه مبينه لان المصداقية مش اقرر وفي الاخر خالص هطلع الشات مبينه ومبينه. طيب آآ مبدئين كده الشركة دي بتقول لك انا عندي ترخيص في استراليا ترخيص في تمام? وعندي ترخيص في امريكا. تمام? كل ترخيصات الباقية ما تخصنيش ولا تهمني. كلها ترمية في الزبالة ليه? لان انت لو عرفت تتواصل مع ترخيص منهم. ويرجع لك حقك لما الشركة تعمل معك مشكلة. يبقى انا بالنسبة لي يبقى ترخيص ممتاز. تمام تمام. طيب مبدئيا كده الشركة مش موجودة في الترخيص الانجليزي اللي هي بتقول عليه. سالسا وبعد سانيا يعني لو انا قلت سانيا. طيب آآ هتنزل تحت خالص. هتقول لك انا موجودة في امريكا في كاليفورنيا. موجودة في آآ فين يا ربي موجودة في اماكن كتير. موجودة في ماليزيا. موجودة في آآ في اماكن كتير. طيب ما فيش مشكلة عندها فروع دي تقريبا الفروع. تقريبا الفروع. اه. دي تقريبا الفروع مش الترخيصات. ولكن في نقطة بقى. في نقطة هنا ان الشركة دي مش احترافية تماما وشركة لموافزة انا اسف شركة شمال. طب ليه لياه شركة شمال؟ آآ هقول لك ليه شركة شمال. آآ اولا الشركة دي المفروض ان انت عندك عشر ترخيصات. زي ما انت بتقول فوق كده ان انت عندك عشر ترخيصات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ادي عشرة تعمل ايه? كل ترخيص تكتب لي الاسم التجاري بتاعه. تمام تمام. انت مش مرخص في ليو كي مش كاتب الاسم التجاري في ليو كي ولا ذكره هنا. ولا ذكره هنا. او كاتب ان هو مرخص فوق. في ليو كي كمانزر. تنزل تحت مش كاتب الاسم التجاري. طيب. او كاتب لك ايه بقى? عشان تعرف انها شيء الكشمال. طبعا مش هدور عليها فيها. الترخيص مناش دعو به. وانت مناش علاقة به. ومش تنزل تحتيه اصلا. انت كان مواطن عربي او كان مواطن الشر الاوسط. آآ عربي من البلاد العربية مش تنزل تحت الترخيص ده خالص ولا هتعرف تتواصل مع الترخيص ده خالص. تمام تمام. طيب الاسم التجاري في الولايات المتحدة. تعال الاسم التجاري في الولايات المتحدة زي ما هم بيقولوا. يعني كده ليهم ترخيص في الولايات المتحدة. مش ليهم مكتب. ده الاسم التجاري. وده الاسم التجاري. وده رقم الترخيص انا مش فاهم يعني انا كل الحيطة دي كلها انا بذل تقعد فيها ربع ساعة عشان اعرف الاسمائيات التجارية بتاعتها فين. طيب. اولا ده اه ده موقع ده في الترخيص الامليكي فيه تلات مواقع مش موقع واحد. تمام? انا بدور في التلاتة عشان خاطر اعمل ايه? اولا هنا بيقول لي الشركة مش موجودة. تمام? الشركة مش موجودة. ده سانيا برضو هنقش على زي ما انت شايف انا كنت عامل بحس سابق عشان خاطر اتعدي معلومات صحيحة ومزبوطة. هيجي هنا البحس ده هيجي هنا ما فيه هيقول لي ما ما فيش اه ما فيش شركات بالاسم ده. طيب الموقع التالت اهو برضو هيقول لي ما فيش بحس ما فيش بحس ظهر بالاسم اللي انت بتدار عليه. طيب اه انا ممكن اعمل ايه? ممكن اجيب اه شركة وسيطة طعا انا اخر موقع اخر موقع يا ربي هو اخر موقع اللي هو الموقع الاساسي بتاعنا انا مدور فيه في الترخصات الامريكية بيقول لي ان الترخيص مش موجود من الاساس اللي هي الشركة مش موجودة من الاساس طيب اعرف ازاي اللي انا بدور صح وبعمل بحس صح باجي اجيب ده دي شركة اسهم عالمية اه واخدى ترخيص امريكي واخدى بتاع عشر عشر ترخصات زي ما مكتوب وبص الشركة عاملة ازاي? انا بدي لك مثال اهو دايما بدي لك مثال بالشركة السيئة مع 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 مثال بضرب لك مثال مع شركة محترمة جدا. بص عامل ازاي اه دي اول ما تخش على الووب سايت. تمام? هتلاقي ايضا منظر دي العروض بتاعتها دي الخدمات اللي بتقدم. بتنزل تحت خالص زي ازاي اي شركة او اي شركة برصة. تحت خالص هتقول لك ده الاسم التجاري للترخيص الامريكي. بوس بقى الحركة النديفة جاية اللي موجودة بقى. ده الترخيص دي دول التلات ترخصات بتوع امريكا. مسهلة عليك الموضوع. ما بتصعبش علي انا كتريدر او كراجل بعمل ريديو على اليوتيوب مسلا اه ما بتصعبش علي الوصول للترخصات. بتقول لي لا اتفضل انا شركة محترمة دي دي الترخيصات اللي انا مسجلة فيها في الترخيص الامريكي كمان. وقادي الترخيص الاسترالي كمان. ترخيص هونج كونج. عندك كندا. عندك اليوكي. انا مش محتاج اصلا ادور في الترخيصات دي كلاني ان انا عندي اول تلات ترخيصات اللي هما اقوى تلات ترخيصات. بخش هدور فيهم وخباص تبقى بالنسبة لي شركة موصوقة. ليه? ده شكل شركة محترمة. انا مش هطول. عشان خاطر شركة مارتيبانك تاخدش اكتر من حقها. خدت الاسم التجاري اللي في الترخيصات الامريكية. وروح ادور عليه. كل اسم تجاري لترخيص. يعني كل ترخيص كل لي اسم تجاري. زهر لي فعلا اه الشركة زهرت لي. تعال هنا هتلاقي على الشمال مكتوب او الاستيت بتاعها اه مكتوب حاجة زي كده. خلينا بس نعمل التاني. مش عارف ممكن الموقع علق شوية. اه الموقع الخدمية دي ما بتبقاش عليها تحديثات كتير. هنا بيقول لك الاستيت بتاع متوافق عليها. بيقول لك هنا سبعتاشر قضية في هنا او سبعتاشر واللي هي زي ما تقول كده ايه? كان في اه مشاكل صغيرة اي شركة واسهم بتقامل مشاكل ولكن بيتم ملاحقتها عادي وشوف بقى شركة زي من الشركات العالمية في الترخيص الامريكي نفسه. بيقول لك اه دي قضية مش عارف تكلفة اه دفعت فيها الشركة مسلا عشرين الف. عندك ايه? كم سبعمائة الف تقريبا? سبعمائة الف اه دي عندك سبعمائة الف تعويض. عندك هنا اه مبلغ وقدره. بيجيب لك تفاصيل المشكلة والمشكلة كانت عن ايه? هل هي مشكلة في السمع مع الشركة? مشكلة في السرقة مع عميل سلقة عميل? لا. كلها مشاكل خدمية. يعني انت تلاقي عندك هنا دفع التعويض مسلا عشان خاطر اه خدت اه غرامة في الطريقة الاتصال. الطريقة الاتصالات بتاعة الشركة قديمة او ممكن بتعمل مشاكل للعملة. فخدت اه غرامة عليها. ده الترخيص الامريكي بيوضح لك كل شيء. تمام تمام. يبقى كده انا لما بحثت انتر اكتب بروك الليتا موجودة. طبعا لما بحثت الاسم في الترخيص الامريكي لو هم ايديين فعلا ان هم عندهم ترخيص امريكي مش موجودة. طيب. الخطوة التانية انا عارف انها تقولت قوي سبع دقايق دخل على ثمان دقايق. الخطوة التانية عشان خاطر انا عارف الشركة دي هيطلع لها لبس كتير. اولا خمستاشر ترخيص وخش انت مبتعرفش تدور على ترخيصات. لا تعال انا هجب لك الترخيصات كلها هيبتقول لك انا مرخصة من ومش حطها لاسم التجاري في ومش حطها لاسم التجاري في يو كي. يبقى انا كده ما عنديش انا طريقتين. ياخد مالتي بنك بس. الاسم اللي هي مشهورة بيه. اروح ادور بها في الترخيص الانجليزي. خلينا كده نقفل. ونقفل المواقع دي كلها كده انا مش عايزها. وهو انا راجع دلوقتي كمان انا هرجع للترخيص الاسترالي اللي هي بتقول انا مرخصة فيه. عشان متخاطر بس الترخيص الاسترالي للأسف النهاردة تحت السيانة. النهاردة اجازة فتحت السيانة من بدري. فانا عمال اعم ريفريش عشان خطر يشغلوه برضو تحت السيانة. فاللي خليها مش موجودة في الترخيص الامريكي ولا الانجليزي اللي هي ذكرههم. فاكيد مش هتبقى موجودة في الترخيص الاسترالي. تمام تمام. خلينا هنا نقفل ده كمان. خلينا نقفل ده كمان مش عايزينه. ده الترخيص ده الترخيص الانجليزي. اللي هي بتقول موجودة فيه ولا هي ترخيص فيه. مش موجودة. تمام? طيب. انا هسهل على وقل له مع ان ده مش مش مفروض يحصل. حتى اللي هي الكلمة المشهورة بيها مش موجودة. خلاص كده اتفقنا اتفقنا. يبقى الشركة دي ما عندهاش اي ترخيص قوية من اللي هي ذكرهم. وهتلاقيها وقت ترخيص ضعيف من جزيرة آآ تقريبا من جزيرة آآ جزيرة كده تعبانة. انا هجيب الشد دلوقتي ما بيني وما بيني الراجل لان انا لما حصلت مشكلة قلت له اسأل الدعم في شركة انت تقاني تحت انهي سيرفر او تحت انهي ترخيص. آآ طبعا سألهم سؤال بزكاء شوى عشان خاطر ما يحسوش ان هو هيروح اشتكيهم ولا حاجة. تلعى تحت آآ ترخيص جزيرة ضعيفة. انا هجيب الشد دلوقتي للمصدقية برضو. طيب نتكز مع بعض كده. هو راجل كده كده انهى علاقته بالشركة فحتى الاسم ده بتاعه مش هيدور من شيء. ده هو لما جالي خالص قال لي ده دي العمولة بتاعتي وخصموها لي. خلينا كده نكبر السكورة. خصمو لي تمنتاشر الف من العمولة بتاعتي من ارباحه. عشان خاطر صفقات سريعة. تمام? آآ ده مش صحيح تماما يعني حتى الراجل ما بيدخلش صفقات دي عمولة عمولة وكالة. الراجل طبعا ليه جمهور. آآ الراجل طبعا ليه جمهور وآآ عنده عدد آآ كبير من العملة تحته فخصمو تمتاشر الف من الوكالة. اولا الوكالة دي لما بتنزل النزام الاوتوماتيك بتاعهم اكيد. اكيد. اكيد نزام الاوتوماتيك بتاعهم بيبقى عارف ان اي صفقة اقل من خمس دقيق بيشيلها. لهم ارحو جاي. المفروض اقل من دقيقتين. المفروض المتعرف عليه في اي ماركت ميكر اقل من دقيقتين ولا او عشان كده انا مورشحش اي اه كلام. اي شركات دخل على دخل دخل سواني كده. انا عايز اعرف بس ايه? آآ فين 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 فين? انا عايز آآ تعالى جزر كيمان جزر كيمان حاجة زي كده. جزيرة غريبة انا لما قلت له انت ابعتلي كده انت تحت ترخيص ايه? قال لي جزر كيمان. قلت له سبها لي عشان قاطر الترخيص ده ضعيف او جزيرة دي آآ من الترخيصات الضعيفة سبها لي. او جزر كيمان فعلا موجودة. طب تعالى نعرف يا فين على موكيبيديا. يعني نقطة بحر. لا لا يا الله سبحان رسول الله. نقطة بحر. تعالى بقى في نقطة ما حدش خد باله منها وانا بتكلم. ما حدش خد باله منها وانا بتكلم. ليه شركة مالتي بانك? ما ذكرتش انها عندها ترخيص من جزر كيمان ولما الراجل دخل قال لهم ابعتولي الترخيص تحتيه ابعتولي الترخيص ده. ليه? اسأل نفسك كده. قبل ما اطلع اكلم فيديو احذر من الشركة دي. تمام? تحذيري من الشركة دي من انها مش معندها الشفافية في المعلومات. انما الى الان ما اتعرضتش لا اي مشاكل نصب الا للعمل ده. على طول اصوف 18000. انا بتكلم من البلع عشان الكلام يبقى واضح للجميع. انا بتكلم من البلع عشان خاطر الكلام يبقى واضح للجميع. ومفهوم. اصوف 18000. اللي هو انت راجل انت مثلا اشتغلت مع واحد واتفقت ان اخر اليوم هتاخد مية جنيه. ورح جاي قصك في خمسين جنيه وقال لك اصلا انت اتأخرت دقيق تاني. مسلا. بيت لكك. وانت ما اتأخرتش ولا حاجة. ده نفس الوضع. تيجي تدور على ترخيص الشركة تلاقي مع عشر ترخيصات. تيجي تشتكي الشركة تقول لك انت تحت ترخيص جزيرة اه كلمة عن حاجة زي كده. تستغرب الله. اه المفروض ان انت تبع على الاقل تحت ترخيص انت قريب منه. مفيش مش موجودة. هيبقى الشركة دي عليها علامة اكس اكبيرة محدش اشتغل معها. تمام تمام. وبالما اطلع اسجل فيديو وحزر تحت زيلة سريعة واد النصح سريعة زي كل مرة. فا اه لو جالك اي مشكلة. اه في حاجة كمان مزودين السيولة. الحركة دي انا محبها. الحركة دي انا محبها. بس لو اعلم اصلا الشركة دي بتاخد مزودين سيولة. يعني ايه كل مزودين السيولة دي كلها. مش عارف. اه طالت حاجة بقى انا اسف معلش استحملوني. اكتر من خمسة وخمسين جايزة. كل سنة بص افضل منصة تداول فوريكس العام الفين وتلاشر. تمام. تعال هنا الفين وتلاشر. الفين وتلاشر. الفين وتلاشر. الفين واتناشر. الفين وعشرة. الفين وعشرة تقريبا الفين واحد وعشرين. ايوان انا عايز الجايزة دي بقى. تكمل واخد افضل وسيط عالمي لعام الفين واحد وعشرين. تكمل. انا عاليف ساعرف من اللي بيدي الجايز دي. عشان نروح اخد جايزة من عنده. ما لو لما تكمل تاخد افضل وسيط لعام اشرين واحد وعشرين. وشركة مالتي بنك تاخد تاخد افضل وسيط لعام اشرين واحد وعشرين. يبقى مين احسن مقى ما ما تفهموني يا جدعان هي بتمشي ازاي. انا فاهموني كده العقل والمالطق بتاعكو انتو بتستخدموه ازاي. تمام? انا هقفل الفيديو على كده. وهتكلم في ديو اسيب شوية نصائح. طيب سامو عليكم مرة تانية. انا عارف ان الفيديو طول اوي. عارف بس معلش انا هديك شوية معلومات كده سريعة. طيب من الشركات اللي كانت مطلوب عليها مراجعة كتير اوي اوي. فخدت معي وقت. لان انا لما براجع الشركة. والشركة بتبقى حطة لغاز كتير. بتاخد وقت معي عشان اطلع اقدر اقول اكبر كام من المعلومات الصحيحة. ما بقاش عاكك في الفيديو. طيب هل في اه شركات اه طلعت قلت معلومات وطلعت غلط? الحمد لله يا رب العالمين. الى الان نسبة ضعيفة جدا ولكن في حاجة. اول ما الشركة ببدأ اعمل مراجعة عليها بتبدأ تغير وتبدأ تلعب بقى الصح عشان خاطر تطلعني ان انا غلطان. ولكن الحمد لله انا ببقى اااا كاشف كل شيء ما بتكلمش بس. باطلع اقول ايه? باطلع اقول واطلع الموقع نفسه وانها مش مساهلة عملية البحث. خلينا نطهر في موضوعنا ما نخرجش برا الموضوع. اه لما دخلت على الويب سايب بتاع مالتي بنك لتحطي انها لها عشر ترخيصات. من الطبيعي. اه انا زي ما ضربت لك مثال على شركة اول ما لقلت لك هي عندها ترخيصات كتير. شفت الترخيصات كانت مترتبة ازاي? وكل ترخيص حطاله الاسم التجاري وحتى كمان مواقع الترخيص. ليه شركة علامية شركة كبيرة مش محتاجة ان انا اصلا واحد يطلع يعمل مراجعة عليها زي. ولكن الشركة مش هتستنى ان حد يطلع يشكك فيها فهي حطالها. اي واحد محترم بيعمل مراجعة على الشركات بيطلع اتفضل بتسهل الامور علينا. انا رجل حابة اشتغل باحترام وهي حابة اشتغل باحترام بنسهل الامور على بعض. تمام تمام. شركة زي حطالك عشر ترخيص. تمام? حطالك عشر ترخيص. نزلت ما لقيتش ولا اسم تجاري منهم خالص. يعني حتى اول اسم تجاري قابلني بتاع الترخيص الامريكي. طب انت مش ايلا ان انت مرخصة من امريكا. حطالي الاسم التجاري بتاعي. طيب تعال دورت عليها. حطاري اه ايلا انها مرخصة من استراليا. مش حطل اسم التجاري. طب هدور عليك بانهي اسم. مالتي بنك اه الاسم تاني مالتي بنك مش عارف ايه. هدور عليك بانهي اسم. وانا مش بدور على انا مش بدور على حد تايه. فيا ريد قبل محد يخش يقول لي انت ما تعرفش تطلع تعمل مراجعة. يا ريد اطلع اعمل مراجعة وفدني. فدني معك. بدلا ما انا بقعد بالتلات اربع ايام. اراقي بالشركة وراقي بالويب سايت واشوف الصغرات واشوف الملاحظات بتاعت الشركة. هتوفر على وقت كبير قوي. لو انت راجل بتفهم عني. وبتعرف تعمل وراجع عني اطلع اعمل الكلام دوت. يتيجي تدني المعلومات وتفيدني على التليجرام. انا فاتح كل وسائل التواصل عشان خاطر الناس تتواصل معي بشكل سهل. فمش عايز حد ديه بتفل كومنتات من الشركات الاسكام او عايز كومنتات اسكام زي كده مش عايزة خالص عشان خاطر اه اليومين دول ايام ضغط وبتاعه واصدار والعملية مش نقصة. اي حد مخترم بيتفرج علي طبعا. وانا بشكرك ان انت لغاية دلوقتي قاعد قدام الفيديو بتتفرج علي. خلي بالك او من الشركات اللي زي كده. اي شركة تقول لك انا عندي خمستاشر ترخيص زي ما انا وريتك كده. عندي خمستاشر ترخيص لو هي شركة مخترمة هترتب لك اسامي الترخصات بتاعتها بالاسماء التجارية ومش هتخاف من ان واحد زيك او واحد زي يطلع يعمل عليها مراجعة. لا لا هتبقى شركة واضحة وصريحة. تاني حاجة او اه تالت حاجة لو انا ذكرت تاني حاجة. طيب اه ان هي مدية نفسها افضل وسيط افضل وسيط في عشرين واحد وعشرين. المكان اللي بياخدوا منه الجواز ده نفس اعرفه. انا نفس اعرف بالزبط المكان اللي بياخدوا منه الجواز ده عشان خاطر اروح اخد جايزة. بأمان انا انا عايز اروح ابدي نفسي جايزة كده ان انا مستحمل الناس دي والله. بس مش اكتر صوارج.